أعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري واستعرض الاجتماع سير العمل بمختلف مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتي تشمل 1477 قرية بما في ذلك المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري العمل بها في ضوء البرنامج الزمني المستهدف كما بحث الاجتماع عددا من التحديات المتعلقة ببعض المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية والاحتياجات المطلوبة لاستكمال التنفيذ وفق المخطط